هدف ثميل لفرنسا في حربها على الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي حيث أعلن الرئيس الفرنسي تحييد زعيم تنظيم داعش في منطقة الساحل عدنان أبو وليد الصحراوي وأشهدت وزيرة الجيوش الفرنسية بالجهود المبذولة بالشراكة مع الولايات المتحدة والتعاون مع قوات نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو لإنجاز المهمة نقدر أن يكون تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤولا عن مقتل ألفين أو ثلاثة ألاف مدني منذ 2013 ومعظم هولاء الضحايا من المسلمين وكل هذه الجرائم هدفها واحد فالتنظيم يريد السيطرة تماما على منطقة الساحل وخلق مناطق قادرة على أن تتحول إلى قاعدة لشن الهجمات وهذا ما نريد أن نمنعه يعد مقتل الصحراوي ضربة حاسمة للتنظيم الإرهابي وتوقعت باريس أن يواجه داعش صعوبة في استبداله ويعد مقتل الصحراوي أيضا أحد أبرز الإنجازات الفرنسية خلال ثماني سنوات من قتال الإرهابيين في منطقة الساحل انتشرت شائعات عن مقتل زعيم داعش لأسابيع في ماله من دون أن تؤكد السلطات المحلية الخبر أو تنفيه إلى حين خروج الرئيس الفرنسي بتأكيد الوفاة وتقول فرنسا إن معركتها ضد الإرهاب مستمرة رغم إعادتها النظر في حجم وجود قواتها في منطقة الساحل الإفريقي ترجمة نانسي قنقر